دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع زميلتنا ليند عبداللطيف شكراً مصطفى أتسعى بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصنع نيفين جامع وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول منظومة انتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي حيث تم استعراض موقف انتاج لبن الأطفال من قبل شركة لاكتو مصر التي تمتلك اكبر مصنع لانتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وافريقيا ويستخدم احدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان هناك تكليف من رئيس السيسي بضرورة توفير مستزمات الانتاج للمصانع المختلفة بما يصهم في توفير المنتجات المواطنين واعتبار هذا الملف اولوي في هذه المرحلة جاء ذلك خلال اجتماع نعقده لمتابعة موقف توفير مستزمات الانتاج للمختلف الصناعات حيث اشار مدبولي الى ان الاجتماع يأتي لمتابعة اعمال التنسيق التي تتم بين الوزرات المعنية والبنك المركزي بهدف تيسير اجراءات توفير مستزمات الانتاج للصناعات المختلفة نفى مصدر امني صحة ما تم تدوله عبر القنوات التابعة لجماعة الاخوان الارهابية بشأن للدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفوة مؤكدا ان ما تم تدوله في هذا الشأن عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا ويأتي ضمن محاولات الابواق الاعلامية التابعة للجماعة الارهابية لنشر الاكاذيب لتأليب الرأي العام نظمت مؤسسة حياة كريمة حفلة افطار خيريا تحت شعار لمت العيلة في تسع محافظات مختلفة وقامت فرق رصد الميداني بالمؤسسة على مدار الايام الماضية بتجهيز كافة الاستعدادات على الارض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من 2500 فردنا الاهالي الاكثر استحقاقة ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الاولى بالرعاية بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ستنهي بشكل رسمي عمل بعثتها الخاصة للمراقبة في أوكرانيا بعد الثماني سنوات من إطلاقها وذلك نتيجة معارضة تمديدها من قبل روسيا وفي بيان أكد وزير الخارجية البولندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة أنه تم استكشاف جميع السبل الممكنة لتمديد البعث من خلال الحوار مع دول المشاركة لكن موقف روسيا لم يترك لهم خيرا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 15.688 إصابة جديدة بفارس كورونا وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البر الرئيسي بالصين إلى 214.243 حالة مؤكدة وأشرت اللجنة إلى تسجيل 52 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 4.975 حالة نهاية منجزة تشعرنا على الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل